السلام عليكم أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم في قناة عالم الكريبتو معكم أخوكم أبو كريم وحلقة اليوم جديدة طبعا اليوم الحلقة حساسي عفوا أصدقاء الحلقة اليوم حساسي تقريبا لأنه راح أتكلم عن عن العمولات ممكن نقول عنا مشبوهة خطرة للدخول في وراها مشاكل في قصص طبعا أصدقائي عالم الكريبتو عالم كبير في أكثر من 11 ألف عملة موجودة بالسوق طبعا هذا الشيء في أشياء لازم ننتبه لها قبل الدخول بأي عملة يعني لازم نكون حاضرين خاصة إحنا بنتكلم عن استثمارات وأموال اللي تعبنا فيها لجنينا هذه الأموال فما نحط أموالنا وفلوسنا بمكان خاطئ طبعا أنا كثير بشكركم على الدعم وعلى الاشتراك بقناتي اللي أنتو طلبتوها ودائما بس عم يكبر العدد عم حس كمان في عبء علي يعني لما بنحكي نحنا بالاستثمار هاي فلوس الناس في مسؤولية يعني في مسؤولية على عادقة عم بتكون فعم بزيد الضغط لازم أنا كون حريص جدا لما بدي أحكي عن أي عملة ونبه طبعا مجتمعاتنا والمستثمرين على العملات اللي ممكن يكون فيها خطر لهيك اليوم في ثلاث أشياء أساسية أصدقائي لن نقدر نحدد نحنا وين هي أشكال الخطر بالعملات وكيف ممكن نتفادى هاي الأشياء الأساسية اللي ممكن تخلينا نمشي لبر الأمان ما بدي أطول خلينا ندخل بالموضوع مباشرة طبعا أصدقائي في ثلاث أساسيات بأي عملة اللي احنا لازم ندخل فيها لازم نعرف أول شي لما مندخل على العملة لازم يكون المطورين معروفين يعني إذا كان المطور معروف يعني اسمه صورته لينك لحسابه على التليجرام أو على تويتر أو whatever يعني هذا أقل الشي بيعطي إطمئنان يعني ليش أصدقائي يعني إذا كان المطور خافي نفسه ومش ظاهر للعلن فممكن بأي لحظة يعمل روكبول والروكبول يعني ممكن يبيع الأسهم كلها أو العملات كلها اللي بيمتلكها وبيطلعوا وبتنهار العملة ولكن إذا كان المطور معروف واسمه معروف ومن السهولة الوصول لإله هذا الشي بيحد من هيك عمليات يعني ممكن يتلاحق قضائيا يعني ممكن أنه الناس تعرفوا بصير عليه صعب الاختباء يعني فأول شي أساسي أصدقائي لازم نعرف مين هن المطورين اللي عم يعملوا العملة وأصحاب العملة هذا أول شيء ثاني شي مهم لازم نحن نعرف المحافظ يعني بمعنى الهولدرز اللي بيمتلكوا العملة إذا كان شخص أو شخصين أو ثلاثة بيمتلكوا 30 أو 40 بالمية من الكمية للعملة بشكل عام يعني إذا العملة فيها مليار عملة وفي شخص أو شخصين المطور أو محفظة ثانية أكيد بيكون اللينك مع المطور عندهم 60 بالمية يعني عندهم 600 مليون أو 700 مليون من أصل 1 مليار وهن بيتحكموا بالعملة يعني بنزلوها بيبيعوها بأي وقت كان فبتهبط وما حدا بيقدر يتحكم فيها يعني هذا الشي كمان مهم لازم نعرفه نحن رح أحكي اليوم عن 3 عملات أو 4 عملات أنا بشوفي هنا في خطر يعني مدلولات الخطر أنا بنصح يعني مثل ما بقول قناتي تعليمية وليست نصيحة استثمارية هذا الشي أنا بشوف كل عملي بشوف وين ما كان من الخطر وين ما كان من النجاح وبالنهاية هذا قرارك صديقي أو صديقتي فيريت أصدقائي لأنه طبعا نشري لهذه الحلقة وممكن يعملي مشاكل خاصة مع الناس اللي بتدافع عن عملي بشكل أعمى ولكن أنا عندي المصلحة العامة أول شي وأهم شي أنه أنا شو بشوف وبالنهاية هذا القرار بالنهاية يريد تفهموني ما بين السطور أنا شو بتكلم وتتخذوا قرار أو تدرسوا كمان أنتو وتأخذوا قراركم بنفسكم أوكي يا صديقائي ما رح طور رح أبدأ بعملة الكيك طبعا هاي العملات ليش أنا عم بذكرة لأنه في كتير أشخاص عم ترسلي على الخاص أنه اتكلم عن هاي العملات هاي العملات كده عطينا رأيك بدنا نعرف فأنا بشوف وبعطي يعني قراءتي والرأي النهائي لألك طبعا رح أبدأ بعملة الكيك الكيك توكن في عندي ثلاث ملاحظات أول شي أصدقائي يعني لما بتدخل على الموقع الكيك توكن ما بلاقي مطور يعني ما في يعني كما ممكن صح حولي أنتو بالكومنتات إذا أنا أخطأت بس أنا بلا مفوت على الموقع الرئيسي ما بشوف المطورين من هني هذا أول ناقوس خطر بالنسبة إلي يعني ما في مطور معروف من هو والعملة هاي من 2018 2017 يعني قديمة ومكشوفة للإعلام يعني اليوتيوبر المحللين الكبار في كتير ناس نبهت من هاي العملة لعدة أسباب أول سبب قلته هنا أنا موجود عندي الصفحة ثاني سبب راح اجي على الفروزن توكن يعني هم عم يشتغلوا يعني طلعتهن على اليوتيليتي طبعا العملة هاي ما لاستخدام صراحة يعني ما ما عم تعمل شي شديد لعالم الكريبتو أو عالم ما عم نقدم حلول تقنية أو كده يعني هاي أول شي مهم يعني أنتو بس تشوفوا أي عملة وين استخدامه الشي التاني الثاني نقوص خطر بالنسبة لي هي ما اعتمدى على التسويق إذا بتلاحظه يعني عنده النظامين اللي هو الرفيل يعني لما أنت تيجي بتعرض العملي أو حدا تاني على رابط طبعا الموقع على حدا تاني وحدا تاني يشترك فأنت تتاخد كمية معينة مثلا من هاي العملي أو كده فأنا بشوف كمان هاي من الأشياء السلبية وأنا طبعا ما راح حط الرابط لأي من هاي العمولات ولا أي شي لأنه أنا بهمني المصلحة ما بيتهمني الحالي الأنية فهذا تاني شي أنه عملي معتمتي فقط على التسويق والهايب وثالث شي اللي هي الفروزن توكن يعني عملوا شي اسمه فروزن توكن بمعنى أنه وزعوا أكتر من مليون أكتر من مليون تقريبا مليون هولدرز وزعوا بحدود 888 ألف توكن لكل لمليون محفظة فهذا الشي أصدقائي أول شي كان سببه تسويقي من مبدأه أنه أنا بعمل بمب على العملي بكبر الماركت كاب فهذا بالنسبة لي غش صراحة يعني مش طريقة سليمة تاني شي كان هدفهم هو الحصول على داتا بمعنى لازم اللي بدي يعمل يعني بمعنى بدي يفك الفروزن أو كده أو بدي يحصل على هاي لازم يقدم الداة الانفورميشن الانفورميشن هاي أصدقائي الـ الـ اللي هي معلوماتك كاملة هاي المعلومات أصدقائي شركات بتشتريها بمبالغ كبيرة فأنا بشوف أنه في كتير خدع عم بتصير بهاي بهاي التوكي أوكي فأنا من من وجهة نظري الشخصي بابتعد عن هيك يعني في مؤشرات خطر أنا بحاول ابتعد قدر الإمكان ما عليك في أكتر من من عشر تلاف عملة في كتير عمولات أصدقائي إلى استخدام وإلى بتنشل للنمو وبتقدم حلول لا ليش أنا حط فلوسي بمكان في رسك أو أنا بشوفه رسك أو خطر أوكي ومنرجع كمان لتويتر تبعهم أنه هوني كمان وحدنا الناس اللي عم بتسوق لهم عندنا 85 حرق للعملة 85% من نهاية العملة رح تنحلق وعم يحكوا بعض الموضوع صلنا أكتر من شهرين أو سنة بالنهاية لما فتنا على موضوع الحرق نتبين أنه الحرق مو فقط على الكمية الموجودة بره لا الحرق رح يكون على العمولات اللي أنت بتمتلكها يعني أنت عندك 80 ألف لنقول 80 ألف من هذه العملة أو 100 ألف من هذه العملة قيمتهم 100 دولار فرضا رح تنحلق كمان عمولاتك 85 يعني ممكن ترجع تصير 20 10 ألف أو 20 ألف بنفس القيمة فهي أنا بشوفه كمان ضحك عن ناس واستخدام يعني المجال التسويقي لتسويق هاي العملة أوكي فهذا أول هذا ثالث سبب بيخليني أنا كمان ابتعد ما في مصدقية بالتعامل وهذا شيء مهم جدا بعالم العمولات أوكي فالعملة اللي بدي أحكي عننا التاني واللي كمان كتير ناس سألتني عنها اسم الهودل اللي هي كمان من العمولات الرخيصة ولكن راح أدخل دقيق أصدقائي ما عليش على الكوين ماركت كاب أوكي طبعا كمان هي من العمولات الرخيصة اللي فيه أكتر من من كواردليون يمكن كواردليون عملة منه الشيء اللي المهم مثل ما أنتم شايفين يعني لما بتوصل للقات محددة اللي عنده أكتر كميية أو المطورين اللي بيمتلكوا أو أصحابهم اللي بيمتلكوا أكبر محفظة بيقوموا بالبيع لما أي هاي العملة تبلش ارتفع شوي بدي أدخلكم على نقطة كمان الهدل نفس الشي لما بتدخل على الويب سايت التيم شوفوا حطين أسماء أندري أندرو هدوف استراتيجي جوستن يعني أسماء يعني مش أسماء كاملي يعني ممكن أنا حط مكان الأندرو بيتر هدوف استراتيجي تعال حقني لأشوف عرف من هو أندرو هون ما في حساب له على الإنستجرام ما في كده يعني فقط اسم وهمي أندري ألن أنا بحط اسم مصطفى هون تعال تعال عرف من في مليون تريليون مصطفى مع احترام لكل أسماء مصطفى طبعا في عندي أصدقاء كتير بحبول نفس الشي يعني كمان هم غش بموضوع التيم تعال تعال لفرشيكم شي تاني عن الهولد لتعرفوا شو عم بصير بالهدل أنه هون مفهوم هاي العملة أنه انت بس احتبط بهاي العملة بيبعثوا لك بي أم بي يعني مثل كأنه فارمينج بيسموها بلغة الكريبتو أنه انت بتعتبط بهاي العملة وبتصير تحصل على بي أم بي طبعا أنا بتأكد أنه المبالغ جدا جدا قليلي يعني بس هاي كفكرة أنه لا جذب بستثمرين فقط لا أكتر ولا أقل ولكن اللي بهمنا نحنا نفوت على الهدل عفوا أصدقائي الهدل شوفوا أصدقائي الأكتر شي هولدر يعني لما تلاقوا أنتوا بأي عملة في هولدر 25% من من كمية العملة لمحفظة أو محفظتين فهذا شي كمان نقص وهون كتبين ديد أنه هاي للحرق أنه هاي حطناها بالبرن بالحرق طبعا لما بتضغط على البرن بتشوف شي تاني بتشوف أنه هاي المحفظة لا عادي تتداول ويدخل فلوس ويطلع فلوس فهذا الشي كمان أصدقائي انتبهوله فهذا الشي انتبهوله يعني لما تضغط على الهولدر ويبين عندك واحد عنده 25% من قيمته يعني هاي 1 كوردليون يعني هذول عندهم تقريبا ربع الكمية يبيع ويطلع ويطلع السعر فاهمين أصدقائي وين الفكرة هذا كثير أشياء مهمة لازم تتبهول لأ أنتو أصدقائي العملة الثالثة سأدخل كثير بالتفاصيل طبعا أنا هذا رأيي الشخصي وقراءتي وبالنهاية أنتو أصدقائي يريد تفهم أنا شو بحكي بين السطور وأنتو طبعا القرار النهاية لكم لكن أنا علي التنبيه وين مكان من الخطر وكيف نقدر نتفاداها العملة الثالثة اللي هي الاثيريون ماكس طبعا كثير على الفيسبوك وكذا ونفس القصة يعني الاثيريون ماكس تطلع هون يعني مننزل شوي ما يعني يعني عم بتطلع انه ماكس ما في داتا محددة على الكون ماركت كاب والتوتال سبلاي كمان والكورنت سبلاي نفس الشي فما في داتا أوكي الشي اللي حط بالاثيريون لما دخلت ما ليش كمان نفس الشي المطورين مش موجودين هاي نقوس خطر بالنسبة لي ما في مطور يعني اشخاص وهميين عملوا هاي غير معروفين اوكي هذا اول اول ومثل ما التي اريت اذا اخطأت ممكن انتو تصححولي كمان مبدأ تكون ما اللي هي اصدقائي يعني ما بعرف هي عملات تقريبا نسخ عن بعض اوكي اه ما بشوف فيها اي شي بتقدم حلول اوكي خليني ارجع لفرجي كمان على اه الاثيريوم كمان نفس الشي 63% اصدقائي متخيلين 63% يعني شخص او شخصين بيمتلكوا 90% من هاي العملة اصدقائي يعني تخيلوا هذول هذول رح يعملوا دائما دائما يعني كلما ترتفع العملة شوي بيم بيبيعو بيعملوا دمب كلما يصار في بيم صغير بيعملوا دمب يعني لازم نفهم اصدقائي احنا كمان هاي الاشياء انا بالنسب ايلي مهم يعني معلش اذا كان 2% 3% انا يعني بقول معقول اوكي ما نوع كتير اذا كانت المحافظ موزعة 2% 3% يعني بقول اوكي بس انه يكون 90% اكتر من 90% بمحفظتين فقط ب2 هولدر هذا 1000 شرط استفهم وشان هيك انا ببتعت اوكي 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 طبعا اصدقائي انا ما رح كتير اتعمق لانه ما بدي ضيع وقت كتير بهك عمولات بس بالنسبة لي مثل قناتي تعليمية وليست نصيحة استثماري في مئات العمولات القوية واللي الى مشاريع اصدقائي واللي مع الزمن اصدقائي حاولوا قدر الامكان بتعدوا عن العمولات اللي فيها هايب واللي فيها بانزي سكام يعني اللي فيها فقط تمدع التسويق واللي بيجي واحد تاني بيقلك كده مشان هو ياخد عمولة بتعدوا عن هاي القصص لانه بالنهاية اي هايب فيه وقت اله رح ينتهي الهايب بينتهي بوقت محدد بنرجي للواقع اللي هو شو استخدام هاي العمولة كيف رح نستخدم شو بتخدم شو بتطور الانترنت شو بتطور عالم الكريبتو هاي كانت مختصر لنظرتي وبتمنى اصدقائي تدعموني بالاشتراك بالقناة اذا لم تكن مشترك وكمان اذا حبيتوا كمان رابط التليجرام قناة مجانية طبعا يعني لن نقاش بقضايا الكريبتو ممكن تدخلوا عليها ويعطيكم ألف عافية اصدقائي ونلتقي يوم غد مع السلامة